النهاردة كان فيه مؤتمر شارك فيه وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي هو مؤتمر الاول للتدريب المهني تحت عنوان مشروع مهني 2030 يعني العنوان الاساسي او الموضوع الاساسي كان تطوير منظومة التدريب المهني لكن كان فيه مجموعة كده من التصريحات بين السطور او خلينا نقول تصريحات على هامش المؤتمر ده والدكتور رضا حجازي تكلم في مسألة مش اول مرة انا ملاحظة انه بقاله فترة لما بتكون فيه مؤتمرات او ملتقيات تعليمية معينة بيطرق باب مسألة تطوير مناهج السنوية العامة مش اول ملاحظة ومش اول تصريح او مش اول تعليق على الموضوع قال ايه الدكتور رضا حجازي قال انه يعني مناهج السنوية العامة ما تغيرتش من 20 سنة وانه لازم يحصل لها تغيير طيب ايه نوعية التغيير ده هل ده هيحصل يعني بعد عملية حوار مجتمعي معين طبيعة التغيير ده ايه وهل ده التوقيت المناسب وراء لا انا معي الاستاذ ايمان صقر مدير تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط مساء الخير واهلا وسهلا بحضرتك في الخلاصة اهلا مساء الخير ومساء خير عبر النمج الجميل الجديد وربنا وفاكم ان شاء الله شكرا جزيلا لحضرتك تغيير مناهج السنوية العامة طبيعة التغيير اللي بتكلم عنه او بيشير اليه الدكتور رضا حجازي بازم يعني بالبداية احنا هناك تطوير لمنظومة التعليم المستمرة 2017-2018 كان هناك قرار بتغيير منظومة التعليم شاملة المناهج شاملة الوزارة انتهت بالفعل من تطوير 48 منهجا لغاية الصف السلس الاتذائي والان في مناهج الصف الاول الاعدادي سيتم نهاردة برضو الوزير في المؤتمر طرح اللي هيتطرح بعد انتهاء من الاطر العام للمناهج الاعدادية هيتطرح منقصة ليه عشان تأليف القطب وما تعلق بالمناهج الصف الاول الاعدادي هناك سأتيم تطوير المناهج بتم على مراحب هذا العام الصف الاول الاعدادي لانه العام المقضى ان شاء الله 24-25 سيكون هناك اول تطوير للصف الاول الاعدادي وذلك الصف الثاني الاعدادي والثالث الاعدادي ولكن بالنسبة للسرعة العامة كما تعليميه حضرتك هناك سرعة عامة نقطة تحول لأي طالب هو المطار للطالب ده كل التعليم الجامعي وبالتالي تطوير لازم يكون نجحة نوع من التأني او في مرحلة طيب انا متفاهمة ده وفعلا بضم صوت لصوت حضرتك لازم يكون فيه تأني بالذات عند اي تناول او تعاطي مع فكرة السنوية العامة يعني فينا ما يكفينا من بابع بخصوص السنوية العامة لكن برضو عايز اعرف تصورات حضرتك لما وزير التربية والتعليم يتكلم عن تعديل في المناهج بطريقة ايه هل بطريقة شكلية تتعلق باجراءات الامتحانات موضوع التحسين موضوع التنسيق مع وزارة التعليم العالي ولا تغييرات جوهرية في طريقة التعلم في السنوية العامة هو تغييرات الجوهرية طبعا هناك تنسيق ما بين وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي مخرجات السنويل العامة ماذا تحتاج الكليات والجامعات من طالب السنويل العامة هذا هو السغير هناك تطوير المناهج وتطوير الدراسة ونوافي التعلم في السنويل العامة هناك حوار مجتمع كما تعلمون هناك محوار مجتمع هيشمل الوطارة قيادة الوطارة الخبراء الكربويين أولا الأمور طلاب السنوية العامة لتمادوا لراء حول المناهج جديدة تحديد المصارات للطالب يعني اخياره علمي أدبي علم المعلومة من رياضة تحويل المصار لمصار يعني يقدر طالب لأ دي نقطة مهمة تحويل ما بين المصارات يعني اللي يخش عدب يعرف يخش بعد كده أو يحول المرياضة مثلا مهمة لو ما قدرش شايف إنه هو ميولو علمية أفضل وكلام ده هذا كله تحت التغربة إنه يكون هناك تحويل مصار من حيث بالعلم أو علم الأدبي الثانوان عامة أن يكون هناك تحسب إزاي الدرجات الدرجات إنه هو يكون بدل من الثانوان عامة سنتين ممكن ثلاث سنين ياخدها سنتين تقليل سنوات الحصولة عامة بالنسبة لتحسين الثانوان عامة طالب ممكن حصلت أي زروف لأي طالب تنتحانات ممكن يدخل دور تاني بالدرجة الكاملة كل هذه الأراءة كل هذه المقترحات مطروحة بالفعل إنت هياخد فيها قرار أو إن أنا أقول إن فعلاً في منهج جديد أو نظام جديد سنة عامة بعد الحوار المجتمع وبعد الوصول إلى النقاط ونقل نقطة طلاق ما بين جميع الأطراف للوصول الأهم مصرحة الطالب والأهم أكثر أن يكون مخرجات الثانوان العامة تفيد الطالب في التعليم الجميع وعشان كده تكلموا عن فكرة الربط ما بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالفعل أنا سأتعاون بالتعليم العالي والتعليم المناهج لمجرد الرفض لكن في نفس الوقت لازم نكون حذرين جداً وإحنا بنتعامل مع مرحلة مهمة أخدت مننا يعني يعني صعوبات كتير جداً على المستوى النفسي لأولياء الأمور على المستوى النفسي للطلبة على المستوى الاقتصادي مع انتشار ظهرت الدروس الخصوصية تحديداً في السنوية العامة فيه إرث معين متعلق بالسنوية العامة في أذهان المصرين وفي المجتمع المصري لما نجي بقى نفتح في الملف ده نشرح كده فيه لازم نطور للأحسن مش نضيف الأعباء للأسر المصرية ده يحصل ازاي؟ بحالة حوار مجتمعي حوالين تطوير مناهج السنوية العامة عشان نضمن ان الكل على نفس على نفس النقطة أو الكل متفق على نفس الأساسيات ما نبدأش حاجة ونرجع بعدها نفاجأ برفض مقاومة شديدة ونفاجأ انها قد تكون غير واقعية